الزملاء العزاء الأصدقاء الإخوة والأخوات بنحييكم بكل تحية صباح الخير مساء الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى لكم حياة سعيدة هانئة في كل مكان وفي كل زمان خاصة في الظروف اللي احنا ممر بيها ظروف الكورونا هذه واليوم نتكلم على حلقة نمرة 18 من فضفضة خمسة لخمسة وفيها حوارات حقيقية هي حلقة ليست حلقة نظرية أكاديمية ولكنها حلقة عملية تجربية تتكلم فيها عن حوار بين الأجيال تتكلم فيها عن شخصية المجنون تتكلم فيها عن كيف نبني قادة المستقبل في مجالات مختلفة طبعا أنا أشكر الأستاذة زينب آية أبو زينب في مساعدتي في وضع الشريح نعمل العرض الشريح وحشرح لكم الرسمة اللي أنا رسمتها دي لكم وسألتكم عليها من قبل واحد يعني كلي كذا أجابة كده بس أنا ناس الأجابات أحدهم من كتر الصراخ ما بين الرجل والمرأة الإنسان اللي في النص ده أصبح منزعج وأصبح فيه تلوث صوتي للحوار اللقاء بتاعنا النهاردة حيتقسم لثلاث أجزاء أو ثلاث أسئلة أول سؤال حيكون الحوار بين جلين كافية معالجة المشاكل ده حوار حوار حصل حقيقي بيني وبين أحد الزملاء والتاني رؤية شخص نعاتته الزميلة بتاعته أو المساعدة بتاعته بأنه مجنون والتالت إزاي نبني قادة مجتمعية هيا بنا نبدأ في أول سؤال بعض الشباب سألوني في أماكن مختلفة وأوقات مختلفة سؤال واحد واحد فقط كل النصائح اللي انت بتديها للشباب والناس والجمعيات وغيرها هل بيستمعوا ليها؟ هل بيفهموها؟ هل بيأخذوا ببعض النصائح؟ أم هم بس بيعودوا معاك كده؟ عشان يرضوك إحنا سمعين في بعض الناس بتقولوا إحنا سأمنا أو زهقنا أو إرفنا من كتر ما سمعنا الكلام اللي بيقولوا فلان فلاني وأصبح كلامه زي الاستوانة المشروخة فأنا قلت له للشاب ده في الحوار المكتوب قدامكم أنا أعلم جيداً أن نصائحي لا يغخز بأغلبها المفروض الإنسان زي ما قيله رحمه الله ومرحبه عارف قدر نفسه مش أنا بيقول كلام ومتأكد الناس اللي هتسمعه لا فعارف أن في الناس مش حتى تسمع الكلام بتاعي أو كتير فالشاب قال لي إيه ليه لماذا بتقول لي ما عرفش لو عندك أنت دليل قل لي لو عندك أنت سبب قل لي قال لي تعرف قال لي إيه بقى لإنك بتعرض عليهم الحلول التي تقتنع بها حلول بتاعتي أنا مش الحلول اللي هم بيفكروا فيها وعايزين ينفذوها مع العلم إن الحلول اللي انت بتعرض عليهم دي قد تكون هي الأنسب بتقول لي يعني إيه ماذا تعني قال لي بتعرضش عليهم طريقتك أو طريقة الخاصة أو الحلول اللي انت مقتنع بيها لكن اعرض عليهم الحلول من خلال أنك تسألهم عن قراءهم في إيجاد حلول المشاكل بوقع يعني إيه بدل ما تعرض عليهم طرقك وسائلك في الحل وأنواع الحلول اعرض عليهم أسئلة أسئلة في قراءهم كيف نجد حلول لهذه المشاكل أنا رضيت عليهم طيب يا ابني إزاي دي عالم دي مشغولة وأنها التنفيذيين كلهم والمؤسسات بتاعتهم يعني هم مشغولين بالمشاكل اليومية مشاكل مجتمعية اللي بيوجوها إزاي وهم مشغولين بيطفوا النيران بتاعت المشاكل دي كلها هحطوا حلول رد عليها رد قاطع جزاء الله خير قال لي دي مش مشكلتك دي مشكلته مهمة قلت له لكن وإحنا عملنا كده ممكن المؤسسات دي وديع مستقبلهم وتغرق وتنتهي وتتقفل قال لي برضك اجعلهم هم يعني خليهم هم اللي يفكروا في وضع الحلول لأن البشر بيني وبينك أنا وإنت لا يرتقون الثواب إلا في الحلول التي يفكرون فيها ودعونها بأنفسهم ينفذوها بأيديهم دي طبيعة البشر دي طبيعة إيه البشر وديك مثلا على ذلك تقول له هات ما عندك قال لي في بيتك شيك أبناء قلت له آه قلت له قال لي كم مرة حاولت تنصحهم مئات أو عشرات أو آلاف المرات وتجيب لهم حلول والحلول لك كانت الأحسن والأنجح هل استمعوا ليها هل أخذوا بيها وولادك دول عادين معاك في نفس البيت ويوثقوا فيك وإنت لا بتصرف عليهم أموالك بتصهر عليهم باكي وإنت السبب في وجودهم أنت أمهم فقدت على قلت له نعم ده صحيح فعلا طيب لو أنت بتتكلم عن كده بقى طيب وإيه رأيك بقى في الناس البعيدة عننا بعشرات أو مئات أو آلاف الأميال والمؤسسات البعيدة عننا خلاص أنا مثلا مستاكن في منطقة معينة ممكن يروح أزورهم لكن في في مدن مختلفة في قرى مختلفة في دول مختلفة إلى آخر ومجتمعاتهم معرضة للضياع ومؤسساتهم معرضة للضياع نعمل معهم إيه الحقلول عندهم بسيطة جدا 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 قال لي بردك دي مش مشكلتك دي مشكلتهم تقولوا يا راجل معقولة معقولة يعني إيه البرود اللي عندك ده قال لي ارسل لهم الحدو زي ما هو قال كده ارسل لهم الحلول اللي تريد منهم القيام بتنفيذها في صيغة أسئلة 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 هم يقوموا أو يقومون بالإجابة عليها فهم نحاعدوا على الحلول وارسموا طريق أو طرق الخطط ويدعوا البرامج وفقا لمقدراتهم البشرية والمادية والفكرية قال لي يعني فطبعا بلاقي تقتنع قلت له طبعا بقى وعلى المؤخزة يعني ووظفتها حتكون ايه يعني أنا دايما بنصح الناس يعني ماقدرش عقوا كده ساكت ووظفتنا احنا وغير حتكون ايه قال لي تعمل الحجات دي كلها قال لي الشباب دول حاليا المجتمعات اللي احنا عايشين فيها رفضين رفض قاطع الحلول الجاهزة التي نضعها لهم على الطاولة رفضينها دي خالص لكن عليك ان تشعرهم بالتالي 8 نقاط قال لي عليهم 8 نقاط 8 نقاط 8 نقاط اول حاجة انت بقى تشعرهم بهذا ان الفكرة فكرتهم ده دورك ان الحل نابع من ايمانهم هما بمصالات الحل تتنين انهم هما اصحاب المبادرة هم القادرين على الاخذ بزمام هذه المبادرة دي نمرة ثلاثة ان مجتمعهم يؤمن بهم تخلي مجتمعهم يؤمن انت وانت انت وانت وانت تقوم مع المجتمع عشان يؤمن بهم ويصبح هما القادر الحقيين لهذه المبادرات وحلول فالمجتمع يتبعهم مش يتبعك انت نمرة خمسة انك تجعل منهم انت بقى تطلع منهم تنتقي منهم القادة المجتمعين الحقيقين دي نمرة خمسة ده دورك شوف ده خمس دور ازاي نمرة ستة ان خليهم يكسبوا ثقب انفسهم الانسان هو قف كده على المسرح هو بيكلم الناس او بيلع الحلول وبيشعر الناس بيكونوا وقفر نفسهم او تكون رسخة في نفسها البنت نمرة سبعة تكتشف انت شخصيا وانت قعب بتفرج عليهم بقى قدرات اللي عندهم وتفجر لهم تاخدهم انت قعب بتفرج بقى نمرة ثمانية انت تجعل منهم انت بقى ها دور شوف تمنت ادوار تجعل منهم المبدعين المخترعين المفكرين والمرشدين المجتمعيين دور تمنت ادوار اصعب بكتر جدا من انت تجيب حل كده تحطها على التربيز طبعا عمل ده ازاي عمل ده ازاي قال لي تعود عليهم اسالي انا مرتلك قبل كده هو اللي بتقدي الحلول عشان يجاوبوا عليها وكتير ما حيرجعوا لك كلك هنا مش عارفين نجاوب عليها قالت لما يقولولي كده عمل ايه مرة تانية تقول لهم انتوا بقى عليكم تشوفوا الحل تعملوا ازاي لابد هم يتبنوا الحل اللي هم هيفكروا في تنفيذه قال لي انا كنت باسألهم هو بقى هل ديكم حلولا لما شاهدين مشاكل وكتير ما كانت الاجابة سلبية ولكني لاحظت فيما بعد ده الشاب بقى بيكلمنا ان بعضهم كان يأتي ببعض الحلول الاجابية ولا تعرضتها عليهم من قبل في صيغة الاسئلة وكانوا متحمسين ليه متحمسين علشان هم اصحاب الفكرة واصحاب الحل واصحاب المبادرة طيب ده بالنسبة للقريبين مني والبعدين مني في حالة الثورات تستعمل نفس الطريقة قلت لي يا راجل قال لي آه انك تختار من بينهم مما انتصخ فيه ومن من يسخون فيه او مما انتصخ فيها ومن يسخون فيها وتقول لها كيف تسير هذه الأمور معهم لان انت بعيد عنهم وستنجح هذه الطريقة وبيني وبينك التجربة اقتنعت بكلام الشاب حسيت ان انا في خلال العشرين سنة او الخمشر سنة او العشر سنوات الفاتت ان انا كنت بقى بقى القي بكل ثقة لي على حل انا مؤمن به لكن علينا ان نجعل المجتمع هو الذي يضع الحلول لمشاكله دي المرة واحد السؤال الاول السؤال التاني عن الجنون الجنون فنون او الفنون جنون واحدة من مساعداتي جزاها الله خير اسمها الاخت اسماء رضي الله عنها اسماء الاولى واسماء التانية واسماء التالتة واسماء الاساسية يعني وسمتني مجنون في يوم الايام كنا عادينا من نتكلم مع بعض اعتقد من ست سنين او من سبع سنين وانا دائما بطلع كده افكار غريبة علشان اعرضها على الشباب لانا بشتغل معهم فجت لي فكرة قلت لهم في الفكرة دي ايه ايه رأيكم بصت لهم كده كلهم كده خمسة او ستة في شخص بيعيش في غرفة مفيش فيها اساس لا فيها سراير ولا فيها بطاطين ولا فيها اي حاجة بابها ما بيتقفلش نوافذها محطمة ما فيهاش اضاءة ما فيهاش مية او مرحاض او حمام ربس جلبية مرقعة وحافر قدمين ووقف كده بيبص لقى الشمس طلعا راعد يكلم اشعة الشمس ويقول اشعة الشمس ايه هو بيحلم كيف يتسنى لي انا هذا الشخص ان اغير واقع هذا العالم البائس وهو واثق في نفسه انه هيغير واقع هذا العالم البائس فالتفيت كده حوالي وبصت لهم ما رأيكم ده ما فضلكم كل بصلي كده بصت استغراب سكته يعني للأسف اللي كان اقرب واحدة ليا في الجلسة دي هيغلت لأخت ايه اسماء فبص طلعا طبعا في اغلب محاضراتي ان الصف الاول ده هو اللي بينال القدر القدر الاكبر او اعظم من الاسئلة قلت لها تقولي ايه يا اخت اسماء هيغل يقولي علي انه مجنون ده راجل مجنون ومخ بوم فكل رحك لان الكل كان يعرف ايه يعرف من هو هذا راجل مجنون فبص تلوم كده تلوم انت بتكيب تحكو علي ايه ودحكو بقى بصوت عالي وكلامي يعني مسخرة كده يعني مدعان السلخية فواحد الزملاء اسمه طارق كان بيشتغل معايا وعارف ان بتكلم ازا بيا الليها المجنون هو ده وام شاور علي فالبنت الاخت الفاضلة اسمها اتكسفت وشاح مر وبقيت عرقانة وخجلانة وتبتدى على ايه ده رأيك ولا يهمك ليه بالصفحة فده كان موقف عقيقي عملي حينما يجد المرء منا ان عنده رؤية لا يستطيع في بعض الاحيان ان يستوعبها من معه دي نمرة واحد في اللي هو الجنون نمرة اتنين في 2013 وحنا في المنتدى الانساني حصلت لنا ازمة مادية طاحنة جعلت كل الامناء يجتمعوا بصفة دورية اسبوعية علشان يحلوها وكان الكلام ده حوالي في ابريل مايو يونيو 2013 الى الربنا اكرمني او اكرمنا واستطعنا اننا نحصل على دعم من بعض المؤسسات علشان نخرج من هذه الكابوة خرجنا من الكابوة دي خلاص في شهر اكتوبر من نفسي السانة يعني شهرين بعد كده انا انا دعيت المؤتمر او اللقاء بتنظمه كانت اللي هو وزارة الخارجية البريطانية مع المفاوضية العليا اللاجئين في الامم المتحدة في تركيا في اسطنبول كنت بتكلم احد المتحدثين فيه فبعد ما خلصت كلمتي دقيت فيه شابة اعتقد انها يعني شابة مصرية ممكن اعرفها قبل كده جات قعدت جنبي وقالت لي انت فلان فلاني قلت لها نعم قلت لي انا كنت بعايز اتعرف عليك من زمن قلت لها انا سعيد بدقيت تعرف عليك وقعدت هي طبعا عملها من العملات في مكتب التنسيق لشؤون الانسانية في الاومة المتحدة وقعدت اتكلم معي وقالت لي ان الشهر اللي فاتلو في سبتمبر في الجمعية العومية الاومة المتحدة قررت انها تعمل اول مؤتمر للقمة الانسانية في مدينة اسطنبول في 2016 في مايو 2016 انا طبعا اعتبرت دي تعتبر يعني فرصة ذهبية لكي ان انطلق انطلاقة عالمية فقلت لها شوفي قلت لي نعم قلت لي عندنا لقاء او مؤتمر عاملينه في عمان في يناير 2014 عشان قد 24 25 يناير 2014 وانا بدعيكي انتي وزملائك من الادارة بتاعك انكم كنت احضروا المؤتمر ده قلت لي طي خدت منها الكرت بتاعها وبعدت لها ايه الدعوة طبعا الجميل في الوقت ده ان المؤتمر ده كان تحت رعاية سمو الامير ربنا ادير الصحة الحسن ابن طلال اللي هو عم الملك الحالي واخو الملك حسين رحمة الله علي المهم جي شهر يناير وطبعا المؤتمر كان نجح جدا جدا لعدة اسباب السبب الاول الرعاية الاميرية اللي سموه الامير الحسن سبب اثاني مشاركة الامير التركي ابن طلال ابن عبد عزيز اللي هو اخو الامير الوليد ابن طلال السبب التالت اللي هو اسمه وصمعة المؤسسة كممتدر انساني وحدة وحياتياتها السبب الرابع اللي هو الجمع الكبير اللي حضر من الشرق والغرب والشمال والجنوب فكان نجح جدا المؤتمر كان لمدة يومين الحمد لله بعد المؤتمر ده بنجح بقى وإحنا رجعنا في شهر فبراير قاعد أنا بقى قاعدة المخمخة دي لما كان فيه قاعدة مخمخة وأسماء قبلها بكسنتين ثلاثة نعتتني أو مش فاكري عن إمتى بالزبط بالتاريخ يعني للمجنون أو بالجنون فقاعد بكلم مع طاري اللي هو نفس الشاب اللي قال لها بصي هو ده بقى اللي انت بقى يعني مجنون وقلت له يا طاري قال لي نعم بنفس الطريقة ايه رأيك في المؤتمر ده قال لي شي جيد فرصة حلوة قلت له ايه رأيك احنا عايزين نعمل بعض الورش التحضيرية علشان نعد بعض الجمعيات العربية والإسلامية قال لي فكرة جميلة جدا بس يا دك قلت له نعم اللي هنجيب الفلوس من قلت له يا طاري بقى علي أنا ماهمكش بتحملش هامل قلت له ممكن نعملها في كم دولة قال لي خمس دول عشر دول بالكتير احنا قدامنا لوقتي سنة ونص أو سنتين سنتين يعني هنجيش عارف فبراير هو كان 2014 ومؤتمر كان في ايه في مايو 2016 قلت له يا طاري قال لي نعم قلت له كم عدد الدول اللي الإسلامية اللي موجودة في نظمة التعاون الاسلامي قال لي اكتر من خمسين دول مهماهتي كده قلت له ايه رأيك قال لي ايه قلت له احنا عايزين نعمل خمسين ورشة عمل بصلي نفس البصة اللي بصتها لي اسماء قبل كده وقال لي يا دوك نعم قال لي أنا عندي بعد الأشغال كده عايزة أخلصها فبعتذر أنا طبعا وأنا بكلمه كنت بشايف صورة تانية خالص ببتفرج عليها صورة إيه صورة الحلم كيف نحققها فاستأذن هو مش كيام ده كان في شهر فبراير 2014 على شهر ديسمبر 2015 كنا عاملين شوفوا الأرقام الموجودة بالأحمر دي 39 ورشة في 36 دولة يعني حققنا 78% من اللي هو الهدف اللي احنا ما عايزنا حققه في خمس قارات أوروبا وأفريقيا وأسيا وأمريكا الشمالية وكندا والأطناء الأمريكية والجنوبية في السعودية وفي البحرين وفي قطر وفي كويت وفي مصر وفي مغرب وفي ليبيا وهكذا إلى آخر ففي أحد الورش التحضرية لعقلتها الأم المتحدة في جينيفا في 2015 أعتقد في يوليا أو أغسط 2015 أعتقد بالسفير المصري الأم المتحدة في جينيفا كنت بحكيره لقصة دي كلها طبعا السفير واضح أنه كان يعني فاهم وقاري من ناحية العملية قال لي ازاي تعمل 39 ورشة 36 دولة وأقل من سنة ونصف ازاي ازاي يعني برقم معجز هتحول فلوسه ازاي تقول لا اسمعني قال لينا كالراجل نابه وجيد يعني تقول لي احنا ما كنت نجم نحاول أموال لينا قال لي هم كنت عم بتبعي من ورشة زي كنت اتفعنا مع المكتب التنسيق الإنساني المكتب التنسيق الإنسانية الأم المتحدة اللي كان في القاهرة بالوقت ده إن احنا علينا نرتب الورش في الدول وهم يحضروا معنا وكل جمعية محلية تتكفل بالمصاريف إقامة هذه الورشة لمدة يوم واحد قال لي يا لا فيش تحويل أموال قال لي ما فيش تحويل أموال قال لي فكرة رائعة قال لي لو أنا حبيت نعمل تحويل أموال في السنتين دول كنت عمل خمسة ولا عشر ورش بكتل أموال فبعد ما انتهينا والأم المتحدة جعلتنا احنا كانوا بتسمينا في الوقت ده الشامبيونز يعني الأطوال اللي هو بارنس إيموس أو ميس جوي إلى آخره بعد هذا الأمر ما نجح المؤتمر أو نجح الحضور اللي احنا الجمهير الكبير اللي احنا شاركنا في عمله قبلت طاري بعدها بسنة أو بعدها بشهور قلت له طاري إيه رأيك قال لي خلاص قاعد يتحك بقى دي حكة بتاعته الشعيرة دي كلها فده النقطة بالنسبة للرؤى كيف تتحقق الرؤى والإيمان بالرؤى اللي كانت تتحقق فيها بعض طبعا ده التلت شخصيات اللي قدامكم دول بيمثروا جزئين من المحاضرة الرجل والمرأة بيتحدثوا من جيل واحد أو جيلين مختلفين عن الحوار أنا تكلمت عن الحوار أما الشاب اللي قدامكم ده اللي هو المجنون اللي هو أنا فاللي هو ما يفكرش هو ما بيتكلمه في إيه لكن هو ينظر إلى ما يريد أن يحققه لمجتمعي وإلى العالم خلاص السؤال التالبة اللي هو جالي من شاب اسمه إسلام بيعمل في العمل الإنساني بواحد الجمعيات وقال لي انت في مرحلتك دي كنت بتربي الشباب إزاي عشان يكبروا بيقادة فردت عليه بإجابة مرحلتين بتقول مرحلة من 2004 من 1984 من 2024 إلى 20 سنة دول كانت تربية اللي بتحصل أو بإنشاء أو تدريب أو تمكين القيادة دي ماشي إزاي ما كانش مخطط لها كانت عفوية ومهنية ولكن في كثير من أحيان كانت إيه نجحة ليه لأن دي المرحلة اللي بيكون فيها المؤسس أو المؤسسة المرأة زي مثلا في مصر في شخصيات جميلة زي الدكتورة هيبة السويدي أو الأستاذة هيبة راشد أو أو إلى آخرين لما مؤسسة مرسال و مؤسسة مصر ربالك دول موجودين وغيرهم في أماكن مختلفة يكون هون مربي أو المربية في نفس الوقت فالشباب بيتعلمهم منهم الصنعة مباشرة فالشباب بإزاي بين الممارسة اليومية والتجربة العملية والتلقي عن طريق فهم الفلسفات الفكرية داخل مخ هذا المؤسس أو هذه المؤسسة ده الإجابة لإسلام قلتني أنك من صعوبات المرحلة دي بقى يفي صعوبات فيها طبعا أول واحدة أنك بتتعلم على إيد المؤسس أكبر شخصية موجودة في المؤسسة شخصية كارزمية صحبة رؤية طموحة توقعاتها عالية وقوية ده خطر عليك أنت اتنين ما فيهش لبرامج ولا منهجية ولا معيّة أدهك زي ما بيقولوا كده أو بيعارب يقولوا عليه بالبركة كده نمرا ثلاثة خوف الشديد من الشاب صغيرا من يخطأ لأنه لو أخطأ ممكن يفطل وزفة بتاعته ليه؟ إنه بتعامل معك كبير نمرا أربعة إن المؤسسين دول ما عندهمش وقت زمن العمل الشاب الصغيرين بيأتطر أن يقعد نفس الفطرة اللي قاعد فيها الرجل أو المرأة معها عشان يعلمه فيها كثير من طاعتها فده كلها صعاب على الشاب ده حصل من في ألفين واربعة ألفين واربعة لكن المفروض ما يستمرش بتقولوا في ألفين واربعة حصل إيه؟ اللي حصل إيه؟ بتقولوا كنا في بدأنا نكتشف إن الساحة أو أو سوء العمل في العمل الخيري يفتقر للأياد الحرفية المهنية اللي عندها خبرة ميدانية كل اللي جايين إما من القطاع الخاص اللي هم ثم من بوك من عمي مبارك يعني حفظ لنا كم نظرية كده أو الأكاديميين اللي هم واخدين دكتوراه وماجستير وطبعا لا يسمينه ولا يغنى من جوع إلى آخر وأنا في لوس أنجلوس في المطار أنا وزميل لي اسمي دكتور رحمة محمد أبو المجد جاءت لنا الفكرة دي بتركتبها يا محمد اللي هو كيف نصنع كيادات مستقبل لأن فيه افتقار إلى يوم وأنا بقول لكم إلى يومنا هذا العمل الخيري على مستوى العالم على مستوى العالم على مستوى العالم على مستوى العربي والإسلامي فقير 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 في وجود كفاءات بشرية مهنية مدربة عندها خبرة أكاديمية كثيرة كتابنا الورقة في 2004 وحاولنا ننفذها لكن أسف اختلافنا على طريق التنفيذ فلم تنفذ إلى اليوم رؤيتنا لتنفيذ مثل هذا البرنامج سواء كان يعني فيه عمل خيري أو عمل سياسي أو عمل مجتمعي إلى آخرين يكون قائم على خمس رواكز تبنى على خمس رواكز الركيزة الأولى إن الشاب اللي جاي ده يكون عنده طموح إنه يعمل درجة الماجستير التانية إن يكون فيه برنامج بإضافة لدرجة الماجستير إن هو يتدرب في المكاتب الرئاسية للجمعيات على الحسابات المشاريع على اللي هو الإدارة إلى آخر الركيزة التالتة اللي هي يكون فيه برنامج تربوي لأ يكون فيه برنامج ميداني يذهب لمايدان يذهب لأفريقيا دور مختلفة يشوف مشاريع المية مشاريع الأيتام كيف تطبق مشاريع الزراعية إلى آخر إلى آخرين الركيزة الرابعة اللي يكون فيه برنامج تربوي دي الشاب ده متوازي مع درجة الماجستير إزاي بحيث الناس اللي عندهم خبرات زي رحمة الله عليه الدكتور عبد الرحمن الصميت أو رحمة الله عليه عبد السطر إيدي أو أو إلى آخر هم إي عرضوا تجربتهم الميدانية العملية على أولاد الشاب لكي يعطوهم أبعاد جديدة إحنا بنسمي الأعمال بقى هنا في النقطة دينا كتبتال صبحية الأعمال اللي احنا بنقوم بها دي كلها لها آفاق وأبعاد ومدارات ومجالات لا تتوقف متمددة متمددة آفاق أبعاد مدارات ومجالات متمددة متمددة لا تتوقف لأن كل يوم المجتمعات عندها مشاكل مختلف فبالتالي نحياني الخبرة دي ناس كأمثال الدكتور عبد الرحمن الصميت رح مطلع عليه أو عبد السطر إيدي أو محمد يونس دكتور محمد يونس ربنا سيد 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 اللي هما شيخ عبد الله دباغ يعني ربنا يديه السحر في قطر إلى آخر إلى آخر النقطة الخمسة أو ركزة الخمسة بتكون في برنامج ثقافي آخر يعلمهم قيم وأدبيات وثقافات هذا العمل من التاريخ القديم سيكون التاريخ بقى إسلامي أو عربي أو غربي دول الخمس ركائز لانا بتكلم فيهم مع إسلام ومعكم كلكم لكني لا فشلت ولم أنجح في التنفيذ هذا الحلم إلى الآن رسالتي لكم يا شباب بقى اليوم هي إيه هي إيه إحنا اتكلمنا عن ثالث حاجات التواصل من الأجيال وتعلم الكبار من الصغار والصغار من الكبار استفادة من الفرص المتاحة تحولها إلى برنامج معملية تستفيد منها المؤسسات والمجتمعات برنامج أو برنامج صناعة قيادات المجتمعية الأول بيتحدث عن صناعة الحوار الحوار صناعة صناعة حوار المجتمعي اللي بيبدأ من الأسرة إلى المدرسة إلى العائلة إلى المؤسسة والإدارات المحاكية الحكومية للاقبين الأحزاب السياسية المؤسسات المجتمع المدني بالقبائل العشائية العالميسترحية قرى والمدن محافظات والدول من الدول بعضها البعض والمجتمعات المجتمعية يعني الحوار ده أساس الحوار هو الوسيع الأولى في كام حاجة واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة 11 نقطة هو الوسيع الأولى لتنشئة النشط وتربية الأجيال وعلاج المشاكل الأسرية اتنين لبناء المجتمعات والحضارات وتشهيد النهضات اتنين ثلاثة لتلقي العلم نقل المعرفة وفهم حلول معدلات المشاكل المجتمعية اربعة علاج التطرف والصراعات والإرهاب خمسة اكتشاف أسباب الأمراض المجتمعية تخيلوا بقى واحد مريض دخل الدكتور ما بتكلمش معاه ويقول لنا عيان عليجني هيعالجك زي ما تجيب ما تتحور معاه الجيد وسائل نكحة لحلولها ومن يحدثها مرة أخرى وتعريف المجتمعات بها دي لإيه الأمراض المجتمعية نمرة ستة بناء السلام والاستقلال المجتمعات واستدامة الرخاء نمرة سبعة البحث عن فرص عمل صناعة منظومات عمل جديدة ومحاربة البطالة نمرة تمانية هي الحوار هو الواسير أولى للعمل أتعلم منك والإنتاج وتحسين الجودة بتاع المنتج نمرة تسعى محاربة الفساد والجهل والمرض والفقر والحرمان نمرة عشرة صناعة الاستراتيجيات هتحطني استراتيجيات دا مغيرنا حما نقاشة مع الناس وضع الخطط وتحقير الأهداف نمرة 11 كسب الثقة الانتماء الوطني محافظة على الثوبة المجتمعية إذا فيها قيم وأخلاقيات وثقافة وعقيدة ودين 11 نقطة بتقولك إن الحوار هو الوسيلة الأولى في بناء هذه 11 نقطة الحوار معناه يا شباب معناه المساواة والندية بين المتحورين لاس الدونية والعلوية أو السلطوية والتبعية أو البلاغة القولية وضعف الشروحات اللفظية فلا فارق بين المتحورين والكل أمام مجتمع السواء لأن الكل أمام الله سواء سبحانه وتعالى يبقى الحوار معناه المساواة والندية بين المتحورين ولاس الدونية والعلوية أو السلطوية أو التبعية أو البلاغة القولية مضاعف في الشرحات اللفظية ولا فرق بين المتحورين وفالكل أمام المجتمع السواء النقطة الثانية اللي هي الاستفادة من فرص المتاح وإن كانت في نظرنا بسيطة لكنها مركبة ومعقدة فهي منظومة مجتمعية مركبة يتشارك في بنائها وتحقيق أهدافها عناصر تأثير قبل من التكلم عن المنظومة دي أنا بقدر المسأل بي أنا أنا بشتغل في الغرب بقالة 40 سنة في ناس أحسن مني كتير جدا في الشر لم يستطيعوا لظروف ما إنهم يحققوا اللي إحنا عقناها في الغرب دي التسع أو التمن أسباب اللي أنا حسكرها في الوقت أول حاجة أول حاجة مساحة الحريات المدنية المتاحة للمواطن هنا أو هناك كلما ازدادت المساحة كلما ازداد الإبداع والإنتاج والتفكير والاختراع نمرة واحد نمرة اتنين صلابة واستقرار وشغفية النظام السياسي المدني اللي موجود هنا مش النظام العسكري الأمني أو الفرد الواحد أو الدكتاتوري اللي موجود في أماكن أخرى لما تأتي قوة واستقلالية القطاع المدني اللي موجود هنا ومؤسساته اللي موجود هنا وضعفها بالدول الأخرى اللي مساحة الحريات فيها تعتبر شيء من معدول لما خمسة تشجيع المبادرات الشبابية وتبنيها من القطاع الخدمي المدني القطاع الخاص والحكمات هنا ولا ندري ماذا يفعل بادي المبادرات هناك لما ستة اعتبار المواطن هنا هو قمة الحرم المجتمعي وأساس وظيفة المؤسس المؤسسولين الحكوميين في أساس وظيفتهم هو العمل من أجل راحة المواطنين وبدون المواطنين ليوجد وطن تدير أركان خدماته حكومة حكومة ترأسها ملك أو أمير أو أمبراطور فهؤلاء كلهم يعتبروا يسهروا على خدمة الوطن والمواطن نمرة سبعة إن المواطن يشعر بالأمن والأمان والطمأنينة والأم والود والإحسان من كل المكونات المجتمعية ما فيش تلصص ما فيش استخبار يعني عليه ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش إلى آخر نمرة سبعة وإن المواطن يشعر بالأمن والأمان والمواطن والأمن والأم والود والإحسان من كل مكونات المجتمعية والهيئات البنية للمجتمع لما تمانية إن هنا بنشجع العلم والتعلم والدراسة والبحث العلمي والتجربة والتطبيق والتعديل والجرح والمغالبة والتدافع فين هناك بتحصل حاجاتك لا وأنا أودرك وأؤمن أن هناك مئات بل آلاف من الأشخاص الشخصيات من النساء والرجال منهم أحسن منها بمئات المرات وآلاف المرات ومئات المرات لكنهم لم يعطوا الفرصة لأنه ما فيش حريات مدنية متاحة لهم فالفكر والإبداع والاختراع والابتكار والتقدم على ركب الأمم والحضرات لن يحدث إلا إذا تغفرت كل هذه الثوابت لما التمانية لما الأسف لم يوفروا للمواطنين في جهات معينة في الشرق ووفروا في الغرب فلا يجب أن ظهرانينا لمجنون مقبول أو صاحب جني وجنية مقبول إحنا مش مجنين هنا ولا أصحاب جن ده بالنسبة للنقطة التانية بالنسبة للنقطة التالتة اللي هي بناء خيارات المستبت أيها الشباب يتحدث عن صناعة القادة المجتمعين وهو ده أهم دور أو أهم والثالث اللي هو سؤال الثالث يتحدث عن صناعة القادة المجتمعين وهي أهم المحاور التطلعية والبعيدة المدى لبناء مستقبل الشعوب والأمم فالمحورين الأولين واحد واثنين هم أساس بناء أتر المحور الثالث فأنا شخصيا أؤمن أنه بداخل كل إنسان منكم منكم جميعا موهبة وقدرة أو مواهب وقدرات علينا أن نكتشفها علينا أن نسقلها علينا أن ننميها علينا أن نعززها لا يوجد إنسان خلق من غير موهبة أو قدرة اسمعوا لهذا يا شباب لا يوجد أننا عاجز إلا من أعجز نفسه ولا فقير إلا من أفقر نفسه ولا جاهل إلا من جاهل نفسه ولا عاطل إنما اضعط لقدراته على العمل ولا ضعيف إلا من أضعف نفسه ولا ذليل إلا من أذل نفسه ولا حقير إلا من حقر نفسه ولا كافر إلا من اتبع هوى نفسه إن برنامج بناء قادرة المستقبل بسيط ومهم مركب وملم فيه من المسؤوليات ما تعجز عن حملي السماوات والجبال والأراضين لماذا لأن الإنسان اللي هو أنتم وأنا أنتم ثم أنا يعد أعظم وأعقد خلق خلقه الله سبحانه وتعالى أعظم وأعقد خلق خلقه الخالق للقيام بعب بناء أركان الحياة التي جعله الخالق راعيا على من فيها من خلائق خلقها لخدمته واسعاد أبناء مجتمعات فأنتم أيها الشباب هذا الإنسان القائد العابد المحب العالم الصادق المجد الباحث الباني المعد الراشد الداعي المود أنتم أيها الشباب هذا الإنسان الذي كرمه فسواه فعدله أسد له الملائكة وجعل منه الأنبياء والرسل والمصلحين والعلماء والفقهاء المرشدين أنتم أيها الشباب حملت لواء الدين منشئي الثقافة من التابعين وأعزاء أقوام كرمهم رب العالمين أنتم أيها الشباب من تتسارع عليكم الأمم فمنهم من يريدون إفسادكم لتصبحوا من الضالين ومنهم من يريدون إصلاحكم لتصيروا من الصالحين منهم من يريدون إلهائكم لتكونوا من الغاوين أما نحن وغيرنا كلنا جماعة نريدكم قادة وروات قدوة وزهاد أمنا للعباد منحة من رب العباد تتصدوا للشدائد وتركعوا للخالقة بدون معاد فإن أردتم أن نبدأ منظومة صناعة قادة الأجيال فعلينا البد في إدارة منصات الحوار وأنا معكم بإذن الله هذه مداخلتي معكم في هذا الأسبوع إن شاء الله ويوم الجمعة تكون باللغة الإنجليزية أنا أشكركم جميعا وأشكر الأستاذة آية أبو زينب على مساعدتها لي ومن أراد أن يزورني في اليوتيوب بالذات يعني أو فيسبوك فدي الصفحات بتاعتي وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته